اشتركوا في القناة اشرفنا الحقيقة ومنورنا في طول الناس اشتركوا في القناة واستشاري العلوم السلوكية والعلاقات الأسرية أهلا بيك يا دكتور أشرف مرة أخرى في البرنامج منورنا يا فندم كعبتك الله يخليك بنورك ربنا يخليك الله يحفظك الله يحفظك ويخليك طيب يعني ايه فئات المعية مبدئيا هل ده مصطلح سليم علميا في علم الاقتصاد وإدارة الأعمال ولا لأ تيش حاجة سمعك الفئات أولى بالرعاية هي الفئات محدودة الدخل يمكن بشكل مختصر مستوى الدخل لا يكفي لإفاء احتياجاتهم الأساسية فكده بالتالي هما دائما يحتاجوا معونة الدولة يحتاجوا تدخل الدولة يحتاجوا أن الدولة دائما تسعيدهم بشكل اجتماعي وبشكل اقتصادي وبشكل ثقافي عشان هؤلاء الناس سهل جدا مع قلة الوازع الديني إن هما ينجرفوا إلى يمكن طيارات مختلفة مختلفة أو يتاجوا إلى سلوكيات مش مظبوطة يعني ممكن يعني حرفوا بالضبط كده بالضبط كده طبعا مش كل محدود الدخل بإذارك ولكن هم نتكلم مع قلة الوازع الديني مع قلة الثقافة مع قلة الوعي مع قلة يمكن العائد المادي كل ده بيعتبر إيه أسباب ليه اللي احنا ممكن نخش فيه يمكن طيارات يعني معوجة أو إيه أو يدخلنا إلى مشاكل إحنا في غينة عنها فإحنا لما بنقول الدولة فعلا بتقف بجانب هؤلاء الفئات لأنها بتحتاج بتحتاج ويمكن جميع فئات الدولة بتحتاج تقديم خدمات من الدولة بشكل عام زي التعليم زي خدمات التعليم خدمات الصحة خدمات الإسكان هل لو تم تقديم تلك الخدمات بشكل أفضل هيعود بالنفع على محدود الدخل بشكل أفضل بحيث أنه يبقى فيه مستوى ثقافة أعلى مستوى صحة أعلى مستوى تعليم أعلى أكيد أكيد طبعا أنا لما يجي أقول مستوى التعليم في أي دولة في العالم هو مستوى تعليم جيد أو مستوى تعليم متميز أنا بقيس التعليم على المدارس الحكومية ما بقيس على المدارس الخاصة أو المدارس الدولية أو خلافه يبقى هنا أنا لما بقول مدارس حكومية لما بقول مستشفيات حكومية يبقى عني هنا محدود الدخل اللي هو معهوش ما يكفي أن هو يرحب الخاصة أو دولي بمدارس يعني غالية غالية بل بهزد التكاليف فهنا كل ما يكون الخدمات المقدمة للمواطن ده بالعكس ده المواطن اللي معاه فلوس حيلجأ إلى المستشفات الحكومية إلى المدارس الحكومية لما يكون مستوى التعليم يعني راقي ومتميز وكذلك مستوى الرعاية الصحية يبقى هنا احنا بنلاقي في دور اوروبا المستشفات الحكومية هي الأفضل هي يعني هي الأعلى جودة أو المدارس الحكومية أو الجامعات الحكومية كذلك فإن هنا هل هو معلش يا فندم هل هو دور أصيل على الحكومة موضوع الرعاية الصحية والتعليم بالأخص ولا ممكن يمشوا كلهم في القطاع الخاص وخلاص مش محتاجة الحكومة تتدخل في الموضوع معلش سؤال عارض كده لا ده سؤال مهم جدا ما هو ده اللي اوروبا فاطمت له من حوالي عشرين سنة اللي هم بيسموه الإدارة العامة الجديدة الإدارة العامة الجديدة إنه هو الدولة كانت دايما على كاهلها قديما كل شيء كانت الدولة هي اللي تعمل كل حاجة كان يعني اقتصاديا تعليميا صحة صرف صحي يعني الدولة هي على عاطقها تقديم كل الخدمات للمواطن طبعا هي الدولة لن تتخلى عن ذلك في أوروبا ولكن أنا معيش فلوس فطنوا أنهما ما كانش معهم يمكن أموال بيئة القدر الكافي عشان يقدموا خدمة وميزة للمواطن سواء خدمة صحية أو خدمة تعليمية أو صرف الصحة أو خلافه فبدأوا يعملوا إيه بقى اللي حضرتك بتقول عليه أنهما بدأوا يشغلوا القطاع الخاص أنا مسؤول وأنا بأشرف على تقديم الخدمات للمواطن ولكن مش عن طريق أنا بأكلف القطاع الخاص شركة كبيرة في مجال الخدمات الصحية أنت مسؤولة عن الصحة في البلد في هذا القطاع أو في هذا القطاع أنت شركة جامعة كبيرة أنت أعمل جامعة واشتغل تعليمية وصرف صحي طرق كباري وخلافه يبقى هنا أنا قدرت أشغل القطاع الخاص قدرت أوصل لمستوى خدمة مميز للمواطن بشكل كبير جدا قدرت أخلي قطاع الخاص يكسب قدرت أخلي قطاع الخاص يجذب كثير من العمالة المدربة لأن أنا حجيب عمالة حضربها عندي ووصلها لأعلى درجات الجودة وبعدين أنا ممكن مدربش أنا عايز عمالة جاهزة مدربة فده بيخلي الشباب تتحفز أكتر أنها تضرب نفسها وأنها تاخد دورات وتسقف نفسها وقرصات مختلفة في كافة التخصصات تبقى للتخصص بتاعي وبالتالي قللت نسبة البطالة في الدولة قدمت خدمة مميزة وشلت من على كال الحكومة ضغط في الموازنة بالضبط وفي نفس الوقت أصبح فيه ازدهار اقتصادي كبير ارتفع مستوى دخل المواطن وأنا بقى معاه فلوس أنا كدولة وانا كدولة بدأت الدولة تخش في مزايدات ومناقصات مختلفة وبدأت تكسب وتعمل مصانع وتعمل شركات فأصبح الدولة معاه فلوس الفلوس اللي بقت مع الدولة دي أصبحت بقت تكلف القطاع الخاص بهذه الأعمال فأنا منظومة الدولة كلها اشتغلت يبقى هنا التروس كلها تحركت يبقى مش مجرد إلا أنا المتحمل كل حاجة عن المواطن وبقدم خدمة متدنية يبقى هنا إيه؟ أنا إسماً مثلاً بقول إلا أنا متحمل زيه وده يمكن موجود في حليف دول أفريقيا والدول الفقيرة الدولة دائما متحملة كل شيء وبتشغلش القطاع الخاص ولكن إيه؟ ولكن بنلاقي خدمة متدنية متدنية للمواطن صحيح يمكن تشغيل القطاع الخاص وجذب المستثمرين وجذب رجال الأعمال وإدخالهم في منظومة الدورة هل هناك خطوات محددة عشان ندخل القطاع الخاص فيما يتعلق بمسؤوليات الحكومة الأساسية اللي هي التعليم الصحة مثلاً على سبيل المثال هل فيه سيستم معين نقدر ندخل بيه القطاع الخاص وأنا بقدم لرجال الأعمال عن طريق مركز خدمة المستثمرين اللي تم افتتاحه من سنة بقدم له تسهلات وبعمل له إعفاء جمركي وتخفيض للضرائب وبعمل له صلاحيات وبعمل له ميزات كبيرة فيجب علي أنا أحكى حكومة ألزم رجل الأعمال وألزم المستثمر إنه يخش في هذه الاستثمارات لأن التعليم دلوقتي بقى استثمار التعليم والصحة استثمار استثمار أنا لا أقصد استثمار يعني ربح وإن كنت أقصد الربح يعني لو بنتكلم أن إحنا هندخل قطاع الخاص لازم القطاع الخاص يكسب أو مش هيشتغل بحقيقة لا والدولة كمان تكسب بس أنا أقصد استثمار رأس المال البشري يعني أقصد إلا أنا بستثمر الإنسان يعني لما تكون صحتك بستثمر باخد بالأسباب إنه عمر الإنسان يطول وفي نفس الوقت يتبقى كفاقته في العمل بتزداد أكثر وأكثر لما يكون المنظومة التعليمية جيدة يبقى أنا استطاعت لنا أوصل لمواطن مصقف متعلم مستنير فكره عالي يستطيع أنه يطور ويبتكر يستطيع أنه يكون عنده جودة عالية في عمله يستطيع أنه دايما يكون متميز سواء في علاقته مع الآخرين أو أثناء عمله أنه يكون مفيد لبلده أنه يكون دايما أفكاره بناء وليس تهدام أنه ما ينجرفش لأي طيارات زي ما قلنا من شوية غير سليمة كل باستثمر في رأس المال البشري أنا كده باستثمر رأس المال البشري سواء بالصحة سواء بالتعليم بس دا بالنسبة بس دا بالنسبة للدولة إنما في نهاية الأمر لو هيبقى في شراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص لازم يبقى في ربح مدية وطبيعي وبعنية الدولة حتى كمان ما هي الدولة برضه ما إحنا بنقول الدولة بتخشف مناقصات ومزايدات عشان تكسب معاه فلوس وبالتالي هتقدر تقدم خدمة للمواطن جيدة وبالتقم وأنا دايما الدولة الغنية هتقدم خدمات غنية الدولة ما عايزة أقول لحضراتك حكرا مها أمريكا وكندا وكثير من الدول يمكن أخصوا بالذكرى أمريكا وكندا تحديدا بتاخد ضرائب من المواطنين عالي غير جدا فوق 40% ساعت في بعض الأحيان بس مقابل هذه الضرائب بتلاقي خدمات مبيزة خدمات محترمة جدا بتلاقي منظومة صحية على أعلى مستوى منظومة تعليمية أفضل من المدارس الدولية اللي عندنا يعني المدارس الحكومية في كندا مثلا أفضل من المدارس الدولية هنا صحيح الطالب وده ما بيدفعش فيها حاجة خلص ناعد حكوميا المنظومة الصحية عندهم طبيب الأسرة وإحنا بدأنا نطبق موضوع منظومة التأمين الصحي في محافظة برسعيد وده شيء جيد في طبيب الأسرة وأنا برضو قرأت إن حيبقى فيه نرسات ومرضات من إنجلترا حيبقوا مشرفات على مشتشفيات التأمين الصحي في مصر وده شيء جيد أيضا طبعا فإحنا يمكن لما المنظومة الصحية تبقى على أعلى مستوى بالتالي حنستطيع والمنظومة التعليمية كذلك كنت بكلم عن كندا وقد إيه الطلبة الطلبة هناك في حب للتعليم في حرص شديد جدا من الولاد اللي هم يروحوا لمدرسة وكشديد يوم الأجازة لأنهم مش رايحين لمدرسة قد إيه أنا بحبب ابني في الثقافة والقراية منذ الصغر المدرسة بالنسبة له بس ده هل ده عشان المناهج هل ده عشان البيئة اللي موجودة اللي بيحطوها للأطفال في المدرسة هل بيقي فيه عوامل تحفيز أكتر لأن إحنا عندنا لأسف هنا لما تبص على المدرسة الحكومية أنا يصعب علي الولد هو داخل المدرسة بصراحة بصراحة يعني أنا بقول خدمة تقدم للمواطن الخدمة لازم تغلف بالتحفيز خدمة محفزة يعني إيه؟ خدمة بدها لك وإنت سعيد باستقبالها يا زي الخدمة أنت بتقبل عليها أنت حبيبها فخدمة تعليمية وإحنا عندنا المدرسة اليابانية بدأت تشتغل في مصر في أكثر من محافظة فده شيء جيد علينا هل بيشتغلوا على المناهج والبيئة الموجودة والتحفيز للطالب ليهم منهجهم المدرسة اليابانية لن تستغني عن استراتيجياتها بأي حال من الأحوال يعني أنت حضرتك لا نقارن بين المدرسة اليابانية ومدرسة الحكومية لا هم ليهم استراتيجية وليهم سياسة معينة ماشيين عليها أي أن كان هذه المدرسة فأي دولة في العالم فبالتالي ده نموذج ناجح علينا أن نستفيد وأنا أتمنى أن يبقى فيه مدرين مدارس يروحوا يتعايشوا مدرين مدارس حكومية مصرية يروحوا يتعايشوا في وسط هذه المدارس اليابانية ويشوفوا الدنيا بتدارس إزاي مدير المدرسة بيدير المدرسة إزاي وأنا عرفت أن فيه مدرين مدارس راح وخادوا فعلا دورات تدريبية في اليابان بس إحنا عايزين غير الدورات التدريبية عايزين معايشة ننقل النوهاو هنا معايشة هستغذر نحيك دكتور أشرف معيشة ناسف أطعت كلام حضرتك أطعت كلام معيشة ناسفين أطعنا كلام الدكتور أشرف جودة السعيد حول موضوع التعليم وهنستكمله حالا بس هنطلع فاصل سريع نشوف تقرير حلقتنا النهاردة ونرجع نستكمل معكم الحالة صرحت وزارة المالية في بيان صادر عنها أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي عام 2019-2020 تستهدف للعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين خاصة الفئات والمناطق الأكثر اهتياجا وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي تنفيذا لرؤية القيادة السياسية في إرساء دواعم الحماية الاجتماعية بما يسهم في وصول الدعم لمستحقي ويجعل المواطنين خاصة الأولى بالعاية ينعمون بثمار الإصلاح الاقتصادي من الجدير بالذكر أن الدولة تعمل حاليا على توجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة تنفسية الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات والمرافق العامة وذلك بالإضافة إلى برنامج الحماية الاجتماعية والتي تمثل أحد أكبر اهتمامات الحكومة تسعى الحكومة إلى تعزيز برنامج الدعم النقدي الذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر اهتياجا وقد تم اعتماد 18.5 مليار جنيه لمساعدات الضمان الاجتماعي وبرنامجي التكافل وكرامة ومعاش الطفل بزيادة 5.7% عن العام الماضي ويستهدف منها 3.8 مليون أسرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر علوم السلوكية والعلاقات الأسرية طيب دكتور أشرف يعني في الجزء الأول من الحالة كنا بنكلم على الإنسان وتطوير الإنسان وكيف يمكن للحكومات دعم الإنسان وحيك ديت أمثلة بعدد كبير من الدور المختلفة يعني نيجي عندنا ونفتح نقطة أخرى ألا وهي الدعم الحقيقة والدعم منظومة بقالها سنين طويلة جدا الحقيقة بدأت منذ القدم يعني ولسه ماشي لغاية دلوقتي بشكل هل فعلا منظومة الدعم أولا هل بتفيد محدود الدخل بجد ده من جهة وهل هي فعلا عائق كبير على كاهل المواصلة العامة للدولة بس هي يعني أنا شايف أنها لابد منها لازم اللي نحب نتكلم عن الخدمات الاجتماعية اللي تقدم للمواطن فاحنا محتاجين اللي احنا نستمر فيها بس توصل لمستحقيها بقى يعني ما بقاش احنا بنشوف للأسف يعني مواطنين المستوى الداخل بتاعهم مرتفع وبيحصل على الدعم في سبيل ذلك ممكن نلاقي فيه ناس فعلا تستحق الدعم وما طلعتش بطاقة تموين يعني وفيه بقى عندنا البريقراطية وعندنا بقى فيه مشاكل فيه استخراج البطاقات التموينية يعني فيه حاجات عوائق ممكن فعلا تخلي اللي يستحق للحصول على الوزيع الخدمة ما توصلهش فهنا احنا لو اختصرنا فعلا الدعم على المستحقين حيبقى فيه جودة للمواد التموينية اللي هي بتقدم للمواطن لأنه حيبقى العدد محدود معروف يعني حيبقى سهل اللي انا يعني انطقي واختار اصناف فعلا جيدة وانه وانه هي فعلا توصل والكميات نفسها تبقى تبقى اكتر شوية اه اه اكتر وتقدر انه هي ايه تساعد بشكل كبير جدا اه هذا المواطن ولكن يمكن يمكن محتاج شوية تطقيق من اه هل معلش فاندم هل احنا عندنا من المعلومات ما يسمح لنا ان احنا نميز بالزبط مين اللي محتاج ومين اللي مش محتاج ولا احنا ما عندناش اصلا المعلومات لا المفروض عندنا المعلومات طبعا عندنا مستوات الدخل بتاع المواطنين نستطيع ان احنا نصل لهذه المعلومات عن طريق مؤسسات الدولة المعنية بذلك لا نستطيع ان نوصل ونحصر يعني جهاز المركز التعبية العامة والاحصاء عنده معلومات اكيد ده طبيعي ان الدولة تبقى عندها معلومات عن مواطنيها واستوات دخلهم والوضع الاجتماعي بتاعهم الاسف احنا بنلاقي بعض الناس بتروح تجيب الاساسي بتاعها يعني يروح يجيب الاساسي بتاعها عشان يروح يطلع بتاع التموين والاساسي بتاعه ده لا يعبر عن واحد من عشرة من المرتب اللي هو فعلا ايه يتقضى فده تحايل بنلاقي الكلام ده برضي هل قانون الخدمة المدنية الجديد هيفرق في الحتة دي؟ طبيعي ان في يبقى في محددات بس نعايز اقول لحضرتك ان برضو التحايل سيستمر فلازم التحايل ده اللي احنا نقف امامه بقوة يعني ممكن يبقى فيه بنود موجودة في قانون الخدمة المدنية تحاسب المخالف بس المخالفة لازم نكتشفها ممكن ما اكتشفهاش ممكن برضو يعني ممكن يبقى موظف عام موجود في في القطاع الحكومي يكون هو للأسف يعني يساعد في ارتكاب هذه المخالف عشان كده الرقابة يجب انها تكون حسيسة وتكون يعني كبيرة جدا في هذا الشأن عشان نقدر نوصل فعلا للدعم المستحقي ويوصل الدعم بالشكل اللائق اللي احنا نبتغيه للمواطن وبعدين يعني الدعم يعني احنا يعني زي ما قلت لحضرتك من شوية ان احنا بنلاقي ناس ما تستحقش الدعم ويروح يجيب يعني بيانات غير صحيحة عشان هو يحصل على الدعم هو ايه هو غير مستحق له فيبقى هنا منظومة الدعم هي منظومة اساسية منظومة احنا كلنا الدولة يعني يجب انها تستمر فيها ولكن يعني يصل الدعم لمستحقية عن طريق الرقابة طيب معلش سؤالي فانه انه مثلا يعني اسعار المحروقات كانت مدعمة لفترة طويلة ولازالت الحياة مدعمة انما بيتم رفع الدعم تدريجيا عنها شيئا فشيئا وده بيؤدي في النهاية الى ارتفع على اسعار يعني مش هنقدر نضحك على بعض فهل ده هيساعد بقى يعني ادي دعم وابتدأ يتشال وده شيء طبيعي وجيد للدولة لانه اللي معها سواء كان عربية سواء كان اي حاجة يدفع اللي يقدر عليه انما السلعة بتنقل برضو بالمحروقات فسعرها بيزيد على المواطن اللي هو محدود الدخل اللي احنا بنتكلم عليه فهل هناك امكانية تعديل السيستم عشان هو بالذات المواطن المحدود الدخل اللي احنا عارفين هو مين بالزبط نقدر نحميه من غلاء الاسعار احنا بصدد يمكن وضع محددات لحفظ توازن الاسعار داخل السوق ويمكن محتاجين فعلا ان يبقى فيه رقابة على الاسعار بشكل جاي لان مش كل بنزين يزيد نلاقي كل المنتجات زادت روما انه ممكن يكون المنتجات الاخرى ملاحش علاقة ببنزين الليها من قريب ولا من بعيد عشان كده يعني يجب ان يكون فيه رقابة على السوق بصفة مستمرة والرقابة ما تبقاش فور ارتفاع اسعار المحروقات وفقط احنا بنلاقي المسؤولين يبدأوا بيتحركوا فعلا عشان بيبقى فيه توقع وشيء جيد طبعا بس الكلام ده بيبقى بعد زيادة اسعار المحروقات وفقط بعد كده الامور بتبقى خلاص زيادة الاسعار زادت وسبتت علىها اه الميكروبزة وده الاسعار بتاع الخضر بتاع خلاص بقى الاسعار سبتت على كده وما فيش ايه ما فيش بقى متابعة وما فيش رقابة وفيش مرور من المسؤولين وده بيؤدي للضغط على المواطن محدود الدخل خلاص وبعدين للأسف احنا برضو ساعات بنكون يعني عندنا نوع من السلبية ان احنا يعني يعني انا راكب ميكروبز ولاقي سواء الميكروبز مثلا زود الهجرة بتلاقي يعني هو بتلاقي واحد او اثنين هما اللي بيشتكوا فقط الباقيين خلاص برضو ساكتين بقى بالزبط فاحنا احنا محتاجين يعني ان يبقى فيه رقابة على الاسعار منتجاتنا المختلفة محتاجين ان يبقى فيه المسؤولين يبقى يتحركوا بشكل دائم وتابعوا هو مين المنطب بالزبط الاشراف على الاسعار في الدولة احنا عندنا جهات مختلفة هي تستطيع ان هي يعني ترائب الاسعار المنتجات بشكل دائمي عندنا اقول ايه عندنا المخالفات اللي ممكن تحصل فيه الاسعار ممكن الرقابة الادارية لها دور في ذلك احنا بنلاقي جهاز الرقابة على الاسعار فيه عندنا جهاز جهاز الرقابة على الاسعار بس هذا الجهاز يجب انه دوره يبقى مفاعل جهاز حماية المستهلك برضه جهاز حماية المستهلك ويكون له الضبطية القضائية اللي هو يستطيع ان هو فعلا يحاسبه بشكل قوي للمخالفين ويزودوا الاسعار دون مبررات عندنا يعني يمكن فيه المصانع والشركات المختلفة المنتجة عندنا جهاز المركزي للمحاسبات اللي يقدر بتزود الاسعار وممكن بشكل مضاعف على صدر المصنعين او على حتى المستهلكين اللي بيروحوا يشتروا المنتجات من المصنع عندنا جهاز رقابية كثيرة ولكن جهاز الرقابة على السوق او الرقابة على الاسعار ده له دور محواري ودور مهم فيجب يحصل تضافر لهذه الجهود ويجب ان الدولة يعني تراقب ذلك وتراقب دور هؤلاء الاجهزة يعني هذه الاجهزة دورها مهم ولكن الدولة يجب ان هي بشكل مركزي تتابع يعني حاج بتقول انه لازم يكون فيه مظلة اكبر شوية بتجمع كل الجهات المحدد او المخصص لها مراقبة الاسعار وتراقبها هي كمان لان هي الكلام ده بيعود بالسلب على المواطن بيؤثر على مستوى الخدمات يعني دروقتي بتاخد دعم تمويني معين بسعر معين مع زيادة المحروقات هذا 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 الدعم هيقب غير كافي للمواطن هيحتاج مصاريف اضافية عشان نقدر ايه يقدر ان هو يعني يحس بهذا الدعم طب في هذه الحالة لان ده برضو من النقاط اللي بعض الاقتصادين بيعرضوها يعني الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني او الدعم المواد التنمينية هل ده هيقضي الحاجة ولا ده صعب صعب تنفيذه بدل ما اديله ازازة زيت اديله 30 جنيه مثلا يعني اه اه لان تصوري ان يعني لما يكون بشكل عيني ويكون جودته عالية وكميات مناسبة اعتقد انهم افضل للمواطن بس يعني يعني يبقى فعلا في جودة لهذه المنتجات وتصل للمستحقين وتبقى كميات ايه الكميات تبقى موجودة وفي عندنا شبكة توزيع موجودة ما فيش اي مشكلة في هذا الموضوع لا لا سهلا لاتوصل وعندنا زي ما قلت حرك البيانات موجودة متاحة ونقدر نحن نوصل فعلا للمستحقين ونقدر نحن حاسب كل من يخالف وانه يتحايل عشان يحصل على الدعم وبرضه انا كنت قرأت ان فيه يعني تحديد لصرف المواد البترولية يعني حتى برضه حتى يعني حتى يمكن طبعا المحروقات لسه يعني الدعم ما زال لسه لم ينتهي يعني هي لسه مدعمة بشكل نسبي وبحيث اللي هي يعني انا عن طريق البطاقة قدر امون العربية بتاعتي بعدد معين بحيث اللي انا برضه احصل على الدعم يعني بشكل مناسب ويصل ولو هستغل اكتر من كده ادفع من غير دعم بالزبط بنشكر حاجة جدا يا دكتور اشرف تعبناك معنا النهار ده يعني الحياة استاذ دكتور اشرف اتكلم معنا في عدد كبير من المواضيع فيما اتعلقت بحياة البنيادة ونوعية حياة الفرد وكيف يجب او ما دور الحكومة وما دور القطاع الخاص وكيف يمكن الشراكة ما بين الاتنين لرعاية الفئيات الاولى بالرعاية اولا ثم نشوف اللي بعد كده الحياة بنشكره شكر جزيل جدا استاذنا الاستاذ دكتور اشرف جودة السعيد مدرس ادارة الاعمال واستشاري العلوم السلوكية والعلاقات الاسرية نشكرك عزيزي المشاهد ونشوفك في حلقة جديدة من الاقتصاد والناس